طيب ده فيه ما يتعلق بهادي المباراة شوفنا الهدف يا جماعة جبناه طيب نلعبه نشوفه مع بعض يلا اه دي الهدف الاخير لنادي الزمالك طبعا كان فيه كسافة عددية قوية جدا جدا من الزمالك ومعينه الكرة في الاخر راحت في اتجاه احمد زيزو المتابع في الديئة 22 اه دي احمد زيزو عليه السبوت الابيض ده وحط الحياة رجله بعدما الكرة يعني ترددت بين الاقدام وفي اخر لحظة اذن هو يحط قدم الحياة بشكل اكثر من رائع يعني التلاتة احدثوا تغييرات كاملة يعني بدءا من التغييرات اللي حصلت تلاتة لعيبة وربعة عملوا تغيير كبير جدا 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 فريق سواء بن شرقي او احمد زيزو او مصطفى فتح وكاد مصطفى فتحي كمان يحرز هدف رابع في الثواني الاخيرة من المباراة المباراة الثالثة اللي هي بدأت النهاردة ظهرا كانت المقاولون العرب امام مصر المقص المقاولون كان بيبحث عن تدعيم موقفه في الصدارة وعلى الجانب الاخر طبعا مصر المقصة بيسعى الى الخروج من النفق الصعب اللي كان موجود فيه وانتهت المباراة واحد واحد نشوف الهدف مع بعض اولا هدف المقاولون العرب كرة اتعملت من كريم طارق عرضية لايه احمد ده طبعا سيف الجزيري اه انا اسف ده كان سيف الجزيري اه سيف الجزيري حطها جميلة جدا 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 كانت عرضية من لويس ادواردو هنشوفه كمان مرة الهدف ده معلش لويس ادواردو حطها حلوة اوي وسيف الجزيري اللي هي بالتونيس الرائع الحية اللي بيقدي مردود جميل جدا الحية وهداف وهداف وجايه في مكان روعة 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 والمكان ده احرز منه وبي كده برسه من جوال الست ياردات ودخل من ناحية القوس وتزديده رائعة جدا جدا سكنت شباك مصر للمقص ثم يأتي بعد كده هدف التعادل ودي العرضية المتقنة جدا 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 مصطفى شبيطة من ضربة حرة سابتة يحطها جميلة 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 داخل الشباك وسط غابة من السيقان تنتهي المباراة نقطة هنا ونقطة هنا